موسيقى وقبل قراءة نص مكة والمدينة إليكم نبدة تاريخية عن كلتا المدينتين مكة يعود تأسيس مكة إلى ما قبل قيام النبي إبراهيم والنبي إسماعيل عليهم الصلاة والسلام بوضع أساس الكعبة أي أزيد من ألفين سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام وبعدما تفجر بئر زمزم عند قدمي النبي إسماعيل عليه السلام بدأ توافد الناس عليها للاستقرار ومع مرور القرون انحرف الخلق عن ملة إبراهيم عليه السلام ليهيموا في الوثنية بعبادة الأصنام كانت شبه الجزيرة العربية قبيل مجيء الإسلام مكونة من مجموعة من القبائل البدوية أغلبها من الوثنيين وقلة من اليهود والمسيحيين ازداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوالي خمسمائة وسبعين ميلادية الموافقة لعام الفيل ثم ظهر الإسلام على لسانه عليه الصلاة والسلام خلال القرن السابع الميلادي وشرع في الدعوة إلى الدين الجديد بمكة قبل أن يأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة المدينة يرجع تأسيس المدينة المنورة إلى ما قبل الهجرة النبوية بأزيد من ألف وخمسمائة عام وكانت تعرف قبل الإسلام باسم يثرب فغير اسمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يثرب إلى المدينة ونهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام الإسم القديم فقال من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله تكمن أهمية المدينة المنورة عند المسلمين في هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليها وإقامته فيها طيلة حياته الباقية فالمدينة هي أحد أبرز وأهم المعالم والأماكن الإسلامية ويسمي المسلمون الصور القرآنية التي نزلت بهذه البقعة الشريفة بالصور المدنية غرارا على الصور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إليكم نص مكة والمدينة مكة الولادة والتكريم والمدينة الحضانة والتنوير إبراهيم أسس وأحمد أودع التعليم فيكما يذكر الخالق بالتكبير أم القرى جنات النعيم للحج يأتيك الناس بوفد كبير يتبركون ويشكرون الواحد العليم يسبحون بحمده راجين غفير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بكم البدء والتسليم طريق الهدى ومسقط رأس السفير بلاد الخير آمنك المولى الحليم دمت سلما وسلاما بمشيئة القدير بيت الله الكريم جعل الخليل والأمين عليه وزير ولعباده بناه من أجل التكبير والطرحيم ويمكن للعبد فيه طلب التكفير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بين الصفا والمروى هرولة الضمع الصعود بعرفة منا والرجيم تحلق الرؤوس بمغفرة الرحيم أنت القبلة وأنت المنحة طريق الأرواح التي لا ترى نزول وصعود لكل عبير والله في الأمر مدير مقر الدنيا وبيت المختار الذي لم يرث فيها بيتا ولا دار قرأ باسم الرحمن الرحيم أنذر من عذاب يوم الجحيم وأدى الحج مبتهلا للحي القيوم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة